اشتركوا في القناة 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 اوكي اذا الشكل هاد متطابق مع الشكل هاد طب تعالوا نشوف هون يلا بكتم صفحتي معلي بالنص باخد الزوايا المتناظرة وباخد ايضا الاضلاع المتناظرة يلا اتطلع كأنه هاد مقلوب طب يا اما بضبطه بخليه زيه يا اما بحلو هم هيك كيف هيك يعني مثلا متطابق مع مين ما تحكي لكيو اه لانه مش قده هيو طب مثل انا مش عارف اقلبه بحيث انه هاد سيه زي هاد او وقف هاد تمام تعال نعمل هاد زي هاد هاي اتطلع فوق هاد بدو يجي هون لما اعمل هيك هيك بدو يجي هاد هون بضلع عند الضلع هاد والضلع هاد فهي اسمها بعدين اجاني هون هون دي بي معناتو خلينا نغير هادي الترتيب اللي هي هون هون دي تمام وعنه هون بي مين بضلعنا اي يلا هزا باجي اخد الاضلع المتناظر الضلع بي كيو متطابق مع اي ضلع تي دي او دي سي الضلع بي اس متطابق مع اي ضلع دي اي تمام شو كمان الضلع مين اس ار متطابق مع اي ضلع اي بي احسن اخر ايش عمنا الضلع كيو اار متطابق مع الضلع تي بي تمام؟ تمام رح ناخد الزوايا عند الزاوية بي متطابق مع اي زاوية دي عند ايضا الزاوية كيو متطابق مع اي زاوية تي عند ايضا الزاوية أس متطابقة مع اي زاوية ايه اخر ايشي عنا الزاوية ار متطابقة مع الزاوية بي تمام تمام لما يكون الشكل مقلوب يا اما بحاول اخليهم باثنين مقلوبين زي بعض يا اما المقلوب برجع على شكل الاصلي تمام يلا ننزل بحكيلي في الشكل المجاور قبل ما نحكيلي في الشكل المجاور بدي ااجي على جن واعرف كم شغلة يلا بدي اكون عارف انه مجموع قياس زوايا المثلث شو تساوي شو تساوي مية وتمانين يه يلا واعرف اثنين مجموع قياس زوايا الشكل الرباعي تساوي ثلاثمية وستين تساوي ثلاثمية وستين بدي اكون اعارفهم قبل ما احل عنشان اعرف ابلش احل بدو بالمثلثين هدول حكاين متطابقين بدو قياس الزاوية ايه وينها ايه هيها كأنهم مقلوبين صح هاد يعني هيك بدي يكون هاد متطابق مع هاد وهاد متطابق مع هاد وهاد مع هاد التساويه ما بتجميز�� متطابق لانهم يحكي انهم متطابقين نسب اللح Elsa ah الزاوية ايه وانا بعرف انع مجموع قياس الزاية المثلث coming اثنين يعني قياس الزاوية A زائد قياس الزاوية B زائد قياس الزاوية C يساوي مية وتمانين طيب الزاوية ايه معي لا هو اصلا طالبها الزاوية B معي نعم ستة وخمسية الزاوية أيها معي لا بس ليس ما بزبط أنا أحل إشي في مجهولين لازم إشي مجهول بروح بطلع هون إذا هاي أربعين تمام وهي متطابقة مع الزاوية A إذا هاي أربعين أرجع أحكي متطابقة مع الزاوية A متطابقات يعني متساويات إذا X أربعين إذن إيه شو قياسها أربعين ليش لأنها متطابقة مع مين مع الزاوية A تمام بدو طول XY XY هاي متطابق مع BA إذن كم طولة خمسة ونصف ليش لأنه فيه تطابق التطابق بحللي كل الأسئلة يلا أنزل بحكي لي في الشكل المجاور المثلث CAB هاد متطابق مع ZXY أوكي جد قياس الزاوية A متطابق يعني هاد يساوي هاد وهاد يساوي هاد وهاد يساوي هاد وZ متطابقة مع C يعني C35 30 وY متطابقة مع B يعني B 66 بقدر أوجد A آه يلا من إيش؟ من إنه مجموعة قياس الزاوية المثلث كم؟ مية وثمانين تمام؟ يلا عنا الزاوية C زائد الزاوية B زائد الزاوية A شو يساوي مية وثمانين أوكي كم الزاوية C عندك؟ 35 كم الزاوية B عندك؟ 66 كم الزاوية A؟ أنا بدي إياها فأخليها الزاوية A ما بعوضها تساوي مية وثمانين يلا 6 زائد خمسة 11 6 زائد 3 9 1 10 زائد الزاوية A يساوي مية وثمانين بتعودين إحنا نحل زي هيك بس بتكون X أو Y يلا نخلص من المية وواحد ناقص مية وواحد راحو صار ندي كالتالي الزاوية A تساوي 0 ناقص واحد لا يجوز بتروح حتى 8 8 بتصير 7 وصفر بتصير 10 10 ناقص واحد 9 7 ناقص صفر 7 والواحد ناقص واحد 0 إذن قياة الزاوية A 79 درجة تمام؟ يلا يحكي لي في الشكل المجاور أوكي A B C دي متطابق مع B Q R S هاد متطابق مع هاد بدي X و Y أطلع أول إشي X هسا A هاد مقلوب صح؟ تطلع لأن الضلع الصغير لازم فوق تعالي نرجع زي مكان نحط الضلع للصغير لا دقيقة يلا نعمل هيك أوكي علشان ناخد الضلع للصغير فوق بس كأنه ضغرنا كثير إحنا بس مش مشكلة يلا تمام؟ صار هادي Q B وهدول تحت صار عندي هون R وهون N أوكي؟ أوكي يلا هسا ببلش أنا أقارن Q B شو كان قياته؟ عشرة R S 12 والزاوية B 100 أوكي والزاوية R كام 80 بدي أنا X الزاوية A A متطابقة مع أي زاوية؟ يلا اطلع متطابقة مع أي زاوية؟ مع الزاوية R لا مع الزاوية B لا مع الزاوية مين؟ Q طيب Q شو قياتها؟ كيف بدي أعرف قيات Q يمس؟ كل زاويتين متقابلتين في شكل رباعي متساويتين إذا هاي 80 هاي كم؟ 80 فبعجي بحكي 2X زائد 4 تساوي 80 ناقص 4 ناقص 4 راح صارت 2X تساوي 0 ناقص 4 لا يجوز هاي بتصير 7 وهاي بتصير 10 76 على 2 على 2 X تساوي يلا 7 تقسيم 2 كم؟ 3 وبيضللها كم؟ واحد ما شو هاي؟ يلا تعال 76 تقسيم 2 7 تقسيم 2 3 بضرب 3 في 2 ستة وبطرح 7 ناقص 6 واحد وبنزل الستة 16 تقسيم 2 8 8 في 2 16 بطرح 0 إذن X كم ساوي؟ 38 أوجدت X بوجد Y يلا Y اللي هو هون اللي هو الضلال الكبير متطابق مع هذا الضلال يعني 3Y ناقص 3 متطابق مع 12 تمام؟ يعني زائل 3 زائل 3 راحه 3Y تساوي 15 على 3 على 3 Y تساوي كم؟ 5 تمام؟ تعالي تأكد 3 في 5 15 15 ناقص 3 8 12 عارفون أوكي؟ أوكي حد هو درس التطابق اللي بعده درس التشابه جداً سهل وبعده مقياط الرسام جداً سهل بس نشرح وننزلوا إن شاء الله بتشوفوا قديش إنهم عن جديد دروس سهلة يعني ممكن تكون ألطف من الفصل الأول بس مش ألطف من الوحدة الأولى لأن الوحدة الأولى كان جداً سهلة وشوفكم الحصد جاي إن شاء الله حنبلش بحل كتاب التمارين مع بعض كانت معكم سراف البداوي من منصة دراسة التعليمية